طيب أستاذ أحمد عايز أعليك على العقوبات المنتظرة والكلام فيه كنت إذا بتكلم مع أستاذ أبي الكومي على فكرة الانسحاب والاعتذر حتى وأنا بتكلم إنه الزمالك انسحب ولا اعتذر أنا كمال مش عارف هي لأ أحياً هنا الزمالك انسحب أما اعتذر ولو انسحب فدي عقوبتها إيه؟ لو اعتذر فدي عقوبتها إيه؟ أولاً يعني لو طلاحظت الفيديو اللي قاله رئيسنا للزمالك قال إحنا بنعتذر مش بنانسحب وقالها كذا مرة طيب لأتذر والانسحاب إيه؟ لو الزمالك مثلا قرر يعتذر الخميس الصبح ده يعتبر انسحاب ليه ما فيش حد هيقدر ييجي خلاص انت هتجيب إمتى حجوزات وناس تروح إمتى وتسافر إمتى فده بيعتبر انسحاب لأنت حطيت ناس كلها في كورنر ومش هيقدر تتلع والمبارات وحتلوها حسب للعش فبالتالي يتم حرمانا في الطرف المنسحب من خوض بطلطين سوبر يكون متأهل لهم يعني انت مفعش انت تكون تخارج من الموسم مفهوم خلو الوفاد وتجي تقول لي السنة كده ما مش هكحسب لأ لازم تكون متأهل وتحرم من المشاركة صحيح تمام وغرامة مليون جنيه حلو طيب طوضيح ممولة إذا اعتذرت الاعتذر ده اللي هو إيه اللي هو النهاردة لغاية بكرة أو النهاردة اللاربع كده يعتبر يعتبر بالليل ده يعتبر اعتذر أدب حد الكرة كمان عارف يوفر البديل في بديل هيلعب العش بالضبط فبالتالي ده حيبقى الحرمان لمدة سنة واحدة وغرامة نصف مليون جنيه طبعا يدخل في دائرة الانسحاب ان انت نزلت الملعب واعتردت على الحاجة أو خرجت من الملعب ده برضو اعتبر ده الاصل في الانسحاب توضيح مهم جدا فده ده النقطة الأساسية اللي تم يعني التفريقة بينها نقطة تانية يعني الموضوع ده نهاردة دخل في عين دي جامد او ايه ان انت تقول قدامك ساعة واحدة وترد على بتفكر انه قصة رمضان صبحي قدامك ساعة واحدة وترد عليها انت هتمضر لنا في الاهلي ولا لا طبعا الزمالك اعتبر ده نوع من الاهانة واستكمال للتصعيد ضده حتى البيان اللي طالع طالع ان احنا لنرفض هذه اللهجة جملة وتفصيلة بس بس قابلكم يعود مجلس دارة اتحاد الكرة من شوية كان بيقول حاجة منطقية برضو اللي هي انه انا عايز بس اخذ قرار حاسم من الزمالكة او من برمز عشان اشوف حجوزاتي وصفري وتأشيراتي يعني عاصله الموضوع برده اعتراض على المسائل ان الزمالك اعتراض على اللهجة اه او الطريقة ان انت بتقول لي قدامك ساعة واحدة حتى ان بعض الناس قالك لا احنا قدامك لغاية ساعة واحدة قدامك لغاية ساعة ثلاثة طب الساعة كان في ايدك ساعة اثنين انت باية ساعة ما باية ساعة هي ساعة بالضبط هي هي فهم قصدي برضو انا للامانة يعني برضو راح يكون منصف لا هذه الطريقة لم تكن موفقة من اتحاد الكرة فانت شايف قدامك مشهد عبسي ولم يكن هناك من يدره بحكمة واقتضر صحية